في عالم البنات أو في عالم يعني الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية والصداقات وكذا حنا نحب نتشره بس عشان نعطيكم يا كذا من الآخر حنا نحب نتشره على الصغيرة وعلى الكبيرة نتشره لدرجة أنه إذا تزوجت واحدة من البنات تغيرت ولما تغيرت إحنا لازم نقول إنها تغيرت تغيرت علينا معت تجي عندنا معت تزورنا معت تكلميني معت فضفضيلي معت ليش هذا الشي أنا ما أدري ليش ولكن فعلا الكثير يقولون أنه بعد الزواج تتخلى البنت عن الذكريات وعن العشرة الحلوة وبعد ما تزوجت مباشرة وإن هذا الشي يخليها أو يخلي صديقاتها يتسألون أنه ليش صديقاتنا تسوي كذا كيف طبعا ما ناخذ بالأسباب وناخذ أراء ضيوفنا اليوم أنا ودي أسألكم هل قد يعني مريته بهالتجربة بنات أو إن قالت لكم هالكلمة أنا شخصيا كذا ليش لأنه أنا ما أتكلم عن الصديقات أتكلم عن المعارف المشكلة أنه إحنا أصلا عندنا خلط ما بين مفهوم الصديق ومفهوم المعرفة الناس اللي يعرفهم قد شعر راسي وراسكم كلنا كذا مع بعض بس هذا مو معلنه هم أصدقائي بس لما أمر لمرحلة انتقالية ثانية في حياتي أنا من حقي أخذ الناس اللي هي الضفلي والناس اللي ما الضفلي ما أبغاها بش اللي يمنع قبل كنت متفرغة قاعدة في بيت أهلي أكلم فلانا وعلانا وأروح وأجي بعد ما تزوج أكيد مني متفرغة يعني عندي عائلة ثانية عندي أهل زوج اللي هم في مثابة أهلي وهذا شيء طبيعي أنا ما أشوف أنه يزعل أنا بالنسبة لي اللي يزعل الطرف على قولك اللي يقعد طول الوقت هو يتشره أنه تغيرت راحت شافت نفسها صارت مغرورة كانوا ما أحد تزوج غيرها عشان تزوجت يعني صارت ما تحكي ما أحد ما تصالف بس رؤى مو هنا الموضوع الموضوع أنه بعض اللي يتزوجون فعليا في حالات مريت عليها من البنات اللي حالي يكونوا مثلا صديقات لي ونقعد نجتمع فلانا شفتي بلكتني ومعرست فعليا بلكتها بلكتها إذن في مصايب بيناتهم لا لا ما في مصايب مو شرط يكون في مصايب بيناتهم نفسية المرأة تختلف عن نفسية الرجل في العلاقات إحنا السيكولوجية حقتنا تختلف عن الرجل كليا الرجل يحتفظ بعلاقاته كليا اللهم أنه تزيد مسؤولياته شوي المرأة لا المرأة تنعزل أنها هي تبدأ تخاف أنه أحد يأخذ زوجها منها مول كل البعض من النساء فيمكن لك من هذا الشيء والله بعض القصص اللي سمعناها الصراحة بعض السيدات ما يلمون يعني إذا كانت بس أنه ما هو من الذكاء يعني أنك أصلا تدخلين أحد حياتك بهذه الشخصية إذا أنت خايفة على رجلك مرة يعني ما أعتقد أنهم صديقات مش عرفة أنه عندها رجل نسة هلنا بنات ما عندنا رجال ما نعرف شخصيات بعض ما لدخل لا بس يعني من البداية إذا هذا الإنسان تبايل المواري يا أودي لا والله ما ها ما تبايل عموما 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 الحياة الزوجية يجي معها الكثير من مسؤوليات الكبيرة وتخلي الوحدة في بعض الأحيان قصبا عنها أنها تقنن من علاقاتها وتصغر الدائرة اللي عندها وتركز في حياتها الجديدة وتعطيها مساحة واهتمام عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا في الأستوديو لستاذة ريم الحرب أخصائية اجتماعية ومرشدة أسرية يا أهل وسهلا فيك وعليكم السلام ورحمة الله سادرين كشلونك شخص بارك يا الله تمام حياكم الله جميعا يا أهل وسهلا فيك سمعت طبعا النقاش قبل شوي يعني إحنا الثلاث المرح دائما في الاتجاه والاتجاه المعاكس فهذا الشيء طبيعي ولكن ليش البعض فعلا يتغير على صديقاتها أو حتى خواتها وهلا بعد الزواج وهل هذا الشيء طبيعي في علم النفس أو لا طيب التغير على حسب الشخصية أساسا فيه تغيرات كثير على حسب شخصية العلاقات الصداقة بشكل عام والعلاقات الاجتماعية قد يكون لديها مخاوف مثلا أخاف من صديقتي أخاف أنه تاخذ زوجي أخاف أنه أظهر حياتي للآخرين يعني يكون عندها مخاوف مستقبلية أو كثر ما تشاهد قصص وأشياء هي اللي أثرت عليها بشكل سلبي طبع عشان نفهمها أكثر إيش العوامل النفسية والاجتماعية اللي تأثر على البنت اللي تخليها تتوقع هذا الاعتقاد كله طيب العوامل النفسية والاجتماعية حلو أنه شربتوها مع بعض أو ربطتوها مع بعض النفسية والاجتماعية لأنها مرتبطة أساسا العوامل النفسية والاجتماعية هي تتمحور حول التنشئة الاجتماعية أو مفهوم الفتاة أساسا أنه لا تقولي مثلا بصديقاتك أو انتبهي لا تظهرين أشياء إلى آخر تمام؟ أو مثلا تكون علاقة الصدقات تكون علاقة غير صحية بحيث أنها علاقة تنافسية أكثر هذه يسمعوا مثلا قصص مثلا شوفوا هذه راحت هي زوجها ومدرئة وشو صال لهم كذا وكذا مقارنة أيوة يكون في مقارنة فالنفسية والاجتماعية هذه تصير تأثر على نفس الفتاة بحيث أنها خلاص هي تفكر أنه خلاص أنا أعتزل عزلة اجتماعية عن صديقاتي ما أبقى أحد أكون صديقات جدد ما يعرفوني ولا شي لما تنعزل بعدين تدرك أو يكون عندها وعي تصير هي تقول لا أنا غلط أنا مدعج وش يصير تلوم الحياة الزوجية أنا بسبب الحياة الزوجية تركت صديقاتي أنا تغيرت بعدين يصير عاد دائرة المشكلات طيب ليش تلوم الحياة الزوجية إذا هي كونت علاقات جديدة بمحضة اختيارها تعلق أساساً بعلاقاتها السابقة مثلاً تشوفهم بسناب ريح مع بعض يسافرون مبسوطين إيه زي كده وعادوا بني آدم طماع يبغى كل شيء طبعاً عام في اللحمة وعام في الشحنة طيب أيضاً خلينا لو بنعرف طب شلون البنت تقدر أنها توازن عشان يعني شوفي الزواج شيء يعني مكتوب ومقدر والواحد ما يدري متى يجيه مع العلاقات الاجتماعية والعلاقات والصداقات إحنا عندنا صديقات يعني أعتقد من سنين السنين بمثابة الخوال فإحنا نبغى نوفق يعني نبغى نعطي كل شيء وكل أحد حقه طيب الموازنة أساساً بالحياة بشكلها مهمة جداً دائماً إحنا ناخذ متخذ أنه خير الأمور أوسطها أساساً لا أنه نبتعد ولا أنه نقترب فالموازنة يكون عندها أول شيء وعي وعي ذاتي مهم جداً يكون عندها إدراك تحديد المهام تحديد الأهداف أنه أهدافي أنا كحياة زوجية أساساً قبل ما تقبل على الحياة الزوجية لابد يكون عندها وعي لابد يكون عندها مثلاً تهيئة لتهيئة المقبلين للزواج كيف أنا أوافق ما بين علاقاتي الاجتماعية وما بين زوجي وما بين أسرتي لأنه راح تكون في مرحلة انتقالية جديدة المرحلة الانتقالية تتكون من زوج من أهل زوج من أقارب زوج من ناس جدد فعشان ما تخلف هذولا ولا تختلف عن هذولا يصير خلاص تمسك العصر من النص من الآخر طيب الزوج اللي يفرض على الفتاة قطع علاقتها بصديقاتها هل تعتبر الزوجة هنا ضعيفة شخصية أنها سمعت كلامه؟ طيب إحنا ما نقول أنها ضعيفة شخصية قد يكون على حسب تنشئتها الاجتماعية أو على حسب طريقتها هي طريقة أسلوبها أساساً أنه خلاص أنا فهم الحياة الزوجية كطاعة فقط أنه تنشئت الاجتماعية أو نشأت أنه الحياة الزوجية هي طاعة الزوج ولكن كأنه يفرض رأيه عليها هذا المفترض يكون فيه توافق أساساً ولا يكون فيه فرض رأيه أي بس هو بالعدل صوش في هذه المرحلة يبدأ يعمل تست يعمل اختبارات كذا لأ عشان اللأ مو ما يكون فيه سر بس يبغي يشوف تدرين هذه الأخطاء اللي توصلنا إحنا في الاستشارات توصلنا بداية الزواج أنه خلاص وش يصير في الزوج فرض رأيي أنا قلت لا تطلعين مع صديقاتي أو أنه خلاص اقطعي صديقاتي أو أنا أعرف مصلحتك أو هذه أنا سمعت عنها أنت تسمع أنا ما أسمع يعني أيوة فمن هنا تبدأ عن هذه المشكلة يا أنها تنسحب عنهم يا أنها تعاند طب وإش الصح لا الصح الموازنة التوافق دائما أنا أقول بالحياة الزوجية التوافق مهم طيب قال لها لا تكون علاقتك كويسة مع هذه البنت اقطعي علاقتك فيها إش المفروض من المرأة المتزوجة أن تتطرف مع زوجها طيب المفترض أنها تقول أعطني الأسباب عادي الحوار متاح أنت حاور مع بعض بأسلوب أحترم وجهة نظرك وأنت يحترم وجهة نظري أنت تقبل مني وأنا أتقبل منك ليش؟ لأنه أساساً مبدأ الحياة الزوجية مبني على التقبل أتقبل شريكي أياً كان وأتقبل وجهة نظر شريكي دائما العلاقات تبدأ تخرب لما يدخل طرف الثالث طبعاً وإحنا مشكلتنا ما نعرف نسكت ما نعرف نقفل هذا هذه مصيبتنا أعترف أعترف حدنا نحب نسالف نحب نفضفض إذا مولي القريب للبعيد إذا مولي البعيد للأخت إذا مولي الأخت البنت الخالة البنت العمى وهلوم ما جرى اليوم أستاذ أريم يعني في العلاقة بين الزوجة وزوجها وش الأشياء المسموح أنها تحكي عنها والأشياء اللي ممنوع تحكي عنها لأنها لو حكت بشي شونها عاد ذوليك ما صدقوا على الله مو بكرهن فيها يمكن حبن فيها مو بقصد بغير قصد ولكن يسوون من الحب قبعة لقولتهم وتنتهي للأسف هذه العلاقة ويتفكك البيت وتتشتت الأسر فإش الأشياء اللي المفروض أن الزوجة أو البنت تحكي لصديقاتها والأشياء اللي مفروض أنها ما تجيب لها طريق طيب بهذه الحالة لابد أن تكون يكون عندها ذكاء اجتماعي ترى الذكاء الاجتماعي مطلوب أساسا فالأشياء اللي تخفيها أو ما تقولها المشكلات يعني الحياة الزوجية لا تخلو من المشكلات أساسا اليومية من المواقف اختلاف وجهة النظر ولكن هي إذا مثلا حكت له مشكلة بسيطة والله زوجي مثلا رفض أني أروح مع صديقتي مثلا مثلا تكلم أختها أو تكلم صديقتها تاني لا مو على كيفه أنت سوي وانت سوي تعطيها خطط تعطيها أشياء طبعا بهذه الحالة وشه خربت الحياة الزوجية أساسا فأنا من وجهة نظري كمختصة أنه المشكلات ما تطلع للآخرين سواء أهل سواء صديقات أي أن كانوا بس يطلعون هالمين المختصين فقط ليش للمختصين؟ لأن المختص أولا ما يعرفك هذا واحد يكون حيادي أيه ويكون حيادي فعلا الشي الثالث وهو الأهم هو يعطيك تبصير للمشكلة بالأساليب العلمية والفنيات العلاجية بطريقة تتناسب مع حياتك جميل طيب الدعم المطلوب من الصديقات تجاه صديقتهم المتزوجة وشه؟ هو المفترض يكون دعم إيجابي أساسا كمساندة إيجابية يدعو لها دعم إيجابي يعني بتعجون عن الضغطات النفسية لأنها هي تكون شوي مضغوطة يعني أنا أشوف أنه في أمور لازم تباني للبداية يعني من مرحلة الخطوبة هي مرحلة الخطوبة هي المرحلة اللي يكون فيها تعارف أعرف طبايع ويعرف طبايع والإنسان يكون صادق في هذا الوقت يعني إذا هو مثلا ينزعج من طلعات أو من أشخاص معينين إنه ما يكون فيه كلام من البداية واضح وصريح مبيناتهم بيكون هذا الشيء مريح وهي كما مثلا ممكن تبين له إنه أنا طبعا أحب مثلا يوم في الأسبوع نطلع نجتمع فهذا شيء طبيعي بس هي الفكرة يعني اللي كنا بنحاول إحنا نركز عليها إنه البنت بطبيعة الحال بتمر بتغيرات كثير فبالتالي هي تضطر إنها تغير برضو من حياتها من أسلوب حياتها أو حتى من علاقاتها أو صداقاتها هنا يعني الناس اللي يقولوا فلانا تغيرت علينا إيش ممكن يعني تقولي لهم طيب لما يقولوا لها إنه تغيرت علينا يشوفونا ويش سبب التغير يعني أحيانا مثل ما تفضلتين يعني يبقوا على التواصل معاها يسألوا عنها من فترة الفترة ولا خلاص يأخذوا موقف لا ما يأخذوا موقف بس يكون التواصل يمكن هي مثلا ابتعدات وقتي بس مؤقت بعدين ترجع لهم صحيح يعني أحيانا بعض الشخصيات لما تدخل مرحلة جديدة طبعا يكون كي شيء متغير لها بعدين ويش يصير بالتالي يصير أنه تبدعد شوي يصير في مسافة آمنة بين الصدقات بعدين ترجع صحيح أستاذي من الحل بيعطيك العافية وشكرا لك وتوردك اليوم معنا الله يعافيك اتشرفت فيكم صراحة هاورتين مشاهدينا الوسواس القهري من أصعب الأمراض النفسية فما هي طرق السيطرة عليه بعد الفاصل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة